إلى الأراضي المحتلة حيث أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا اثنتان في رامالا وواحدة في نابلس ليرتفع عدد المصابين إلى سبعة وأربعين مصابا مشددا على أن الحكومة وفي ظل تقييمها لكل ما يجري على أرض الواقع فأنها لن تتردد في اتخاذ إجراءات أكثر لمنع انتشار الوباء ارتفاع جديد على أعداد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين هذا الارتفاع يؤكد من جديد أهمية الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في مختلف المناطق هذه الإجراءات التي ارتفعت وطيرتها أكثر من مرة كلما زاد عدد الإصابات فيما تبرز حالات عزل للأسرة بعد اشتباه بمخالطتهم لأحد المحققين المصابين بالفيروس مع تأكيد على عدم تسجيل أي إصابة بينهم اتفاع الأرقام بمتوالية عددية محصورة في الأراضي الفلسطينية لا تصل حد الذعر ولكن نحن نأخذ الأمر على محمل الجد أبرز ما تضمنه المؤتمر الصحفي للناطق باسم الحكومة الدكتور إبراهيم ملحم هو تأكيد على إيجابية تعامل عائلة مصابتين جديدتين من مدينة رامالله وصلطا من فرنسا مع الحجر المنزلي ما أسهم في عدم وجود مخالطين لهما الأمر الذي سهل من مهمة حصر تفشي الوباء في المدينة نشكر العائلة المحترمة التي تعاملت بمنتهى الحرص الوطني في حجر هاتين الحالتين وطريقة استقبالهما لدى وصولهما والأجهزة الصحية تتتبع وتقتفي أثر من خالط هاتين الطالبتين الجامعيتين العشرينيتين من هنا يأتي تجديد ملحم على أهمية الالتزام بتوجهات وإجراءات الحكومة بشكل يسهم في منع انتشار الفيروس الذي ما زالت الحكومة قادرة على السيطرة على بؤرة انتشاره الأكبر في محافظة بيت لحم قد نلجأ إلى اتخاذ إجراءات أكثر سرامة لمنع تفشي الوباء في ظل ظهور بعض الحالات الناطق باسم الحكومة قال بأن الأراضي الفلسطينية كانت أمام ثلاث ثغرات كان على الحكومة التعامل معها بشكل سريع الأولى تتعلق بالمعابر الحدودية وتم التعامل معها بشكل كامل بتنسيق مع الأردن ومصر أما الثانية فتتعلق بالحواجز وتم التعامل مع سالكيها من العمال بالتنسيق مع الاحتلال فيما تبقى المستوطنات ثغرة ثالثة وهي أكبر بؤر انتشار الفيروس الذي تفشى في 16 مستوطنة في محيط الضفة الغربية وندعو العاملين جميع العاملين والعاملات في المستوطنات إلى عدم التوجه إلى تلك البؤر حفاظا على حياتهم وعلى سلامة مجتمعهم مزيد من الإجراءات قد تتخذها الحكومة الفلسطينية ضمن خطواتها الجدية للسيطرة على تفشي جائحة كورونا قد يصل الأمر لربما لقطع التواصل بين المحافظات الفلسطينية بإغلاقها بشكل تام كما هو حاصل مع محافظة بيت لحم أو يصل إلى إعلان تقييد حركة المواطنين ومنع تجولهم كما هو الحال في مدن بيت صحور وبيت لحم وبيت جالة من مدينة رمال المحتلة حافظ أبو صبرى رؤيا